طيب اطلالة كده على المباراة الاول يعني نادي الزمالك النهاردة الحقيقة مباراة كانت صعبة وإحنا قلنا انها مباراة صعبة ولكن كنا نتمنى ان الاداة يستمر زي الـ 25 دقيقة الاولانين ما بدأت المباراة بدأت بضغط من الزمالك وفوقان وبعد كده سرعان ما تلاشى كل هذا وبدأت الامور يعني تروح للترجي شيئا فشيئا حتى انتهى الشروط الاول 1-0 ثم الشروط التاني هدف تاني وانتهى تبقى كابتن طبعا هو يوم حزين لجمهور نادي الزمالك ويوم حزين للكره المصرية يوم حزين لجمهور نادي الزمالك بصفة خاصة علشان الزمالك بيقادي اداء غير مقنع بالله هو حزين الكره المصرية مع اهل تعادل برضو ما يعتبر ان تعادل خسارة يعني والمنتخب الشباب فالزمالك النهاردة كان في مسألة حياة وموت الزمالك كان ممكن يعمل نتجة كويس اه كان ممكن يعمل نتجة كويس من العبرادس اه كان ممكن اه كان ممكن لو هناك في روح قتالية هناك في اسرار هناك يكون في عزيمة عند اللقيبة في تشكيل صح وقراءة صح للفريق المنافس كابتن انت حضرتك مدير فني كبير اي مدير فني قبل يروح مواجهة بيجيب الفريق المنافس بيقراب التفصيل بيحطه تحت الملاحظة بيعرف امكانياته ايه بيعرف قدراته ايه بيعرف مواطن الضعف مناطق القوة يتعامل معاه ازاي ده فكر مدر انا شايف ان الجهاز الفني الفريق الزمالك على الرغم من يقوده مدرب من واحد واحد من احسن عشر مدربين في العالم فريق التراج محد يشذكره لم يتم مذاكرة فريق التراج فريق التراج اللي في محمد بن رمضان وفي الهوني وفي مجموعة من اللقيبة اللي عندهم انيس البدري انيس البدري هو صاحب الهدف الاول صحيح ماشي اه الهدف الاول في خطأ من عواد يتحملوا عواد ما نقدرش نقول ما يتحملوش والدفاع ايضا فانت لازم كان يقرأ فريق التراج بشكل جيد مذاكرة بشكل جيد ونقدر نتعامل معاه كمان التشكيل كمان اختار عناصر تساعدني على تحقيق الهدف تحقيق الهدف هي اما فوز اما تعادل انت فيه مطشاط لقابة بيئة غيرت فيه التشكيل حققت نتائج واداء رائع زي مطش سموحة حضرتك تكلمت في الموضوع ده خط نص فيه سيف جعفر مع دونجا عبدالشافي مستمر حتى نهاية المباراة نمار موجود قدرت تقدم تشكيلة حطت ايدك عليها تقدم تحقيق الهدف اللي انت بتلعب عشان لكن افجأت ان التشكيل فيه حاجات بصراحة لازم نتوقف عندها طويلة لازم كمان الكابتن اسامة لبيه يكون ليه دور يتكلم التشكيل ده صحة التشكيل ده غلط ده دورنا ايه فيه تددخلات من الجهاز المعاون في مساعدة الراجل فريرة ما هو بعتبر واحد ما هو بسمعش كابتن يعني بيقوله الاخبار اللي جاءنا ان الراجل يعني ده كان في المرة اللي قولة كابتن كمان في المرة التانية الله اعلم الله اعلم فالتشكيل كان فيه نوع من عدم التوفيق لكن ما كانش فيه روح قتالية توصلك للمرمى بدليل اعد فرص الزمالك الديئة اثنين او الديئة ثلاثة كانت فرصة لزيزو في العرض اللي حولها معز بن شرفية لضربة ركنية صحيح بعد كده الهجوم كان على استحياء كان لازم يبقى فيه دعم ويبقى فيه مسندة ويبقى خط النص ده قوي لان السيطرة على منطقة وسط الملعب هي السيطرة على الملعب تبقى انت صاحب الكورة انت بعد الربع ساعة الاولينية كابتن طارق فريق الزمالك نص الملعب مش بتاعه فما بقى ايش صاحب الكورة بقى اللعب اجتهادي كان لازم احنا نركز على ده بعد الهدف الاول اللي جاء من خطأ من حارس المرمى وانيس البدري دخل معرفة اقتحم ازاي ووصل والكورة بالعرض فيه ومدافعين وخدها لعب التراجي وسجلها هدف كان يجب ان يتدخل فورا جهاز الفن اجراء تغينات سريعة لانك انت ما قد نمكش ديه مباراة تقبل القسم على اثنين اما ان تفوز واما ان تفوز واما ان تفوز عشان تجدد امل الزمالك امل الزمالك قائم على الفكرة زي ما حضرتك وضح اللي يوصل لنقطة تسعة حيصعد او يوصل لنقطة تمانية حيصعد انت عندك على ارضك فيه مدتشين فيه ستة وانت عندك نقطة توصل سبعة هتروح تقاتل في الجزائر عشان تحصل على النقطة من شباب بولزداد شباب بولزداد اللي تفوق عليه المريخ السوداني وبقى ليه امل عنده اربع نقاط شباب بولزداد عنده تلاتة الوحيد اللي اقترب من الصعود هو الترج لا خلاص ساعد اقترب من الصعود لان انه قلت هيوصل لنقطة تمانية او نقطة تسعة حيصعد لوقت الصراع على المركز الثاني المركز الثاني في مين في المريخ وبولزداد ثلاثة فرصهم موجودة على الوقت فرصهم موجودة في الصعود فالزمالك عنده ست نقاط على أرضه وعنده نقطة بره يجيبها من شباب بولزداد ويكون أفضل وأحسن لو جاب المقطة ولو كسرنا بولزداد هناك وخسرنا مطشرة عندنا صعدنا صعدنا لكن الأداء يا كابتن طارق غير مقنع أنت دادا الزمالك مدرسة الفن والهندسة جمهور الزمالك زعلان من حقه يزعل جمهور الزمالك من حق أننا نعتذر لجمهور الزمالك العظيم على الهزيمة لأنه مين فعش الصدمات واحدة تلو الأخرى الزمالك زعلان من مطشل الثاني يعني بفعل فعل الزمالك خسر من بولزداد وتعادل مع المريخ وده تعادل مقبول عشان خارج الأرض وعلى رغم أن كان لك ضربة جزاء ومتحسبتش لكن أنت النهاردة ما قدمتش ما تحافظ به على النتيجة وتعود وتعود إلى القاهرة وإنت معك نقطة على الأقل في حصلتك تقدر ترهن عليها في مرحلة الصعود